السلام عليكم ورحمة الله كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم إن شاء الله كنقترح عليكم حلوة تقليدية مغربية من الزمن الجميل المكر والبلدي واللي معروف واللي علي إقبل كتير ومن الحلويات القديمة بزاف المغرب فكنتمنى إن شاء الله تنال إعجاب ديلكم وتجربوها غادي نخدمها معكم ثلاث مكونات فقط كتجي معلكة من دخل ورطبة ورائعة جدا سبق لي حضرتها معكم باللوز واللي بزاف منكم جربوها وعجبتهم ومجاتهم معلكة وناجحة فإن شاء الله دا با غادي نخدمها معاكم بالكوكاو جد اقتصادية وكتعطي نفس النتيجة ونفس تعليقها بسم الله على بركتي الله عندي نصف كيلو ديال الكوكاو البلدي بالقشور دياله اللي كندخله الفرن غير كنحمر واحد شوية أو لا كيفقد ديك الرطبة دياله ما كيتحمر شكيف ما كتشوفو أرى الحبات بقي بويض يعني ما كنخليه الشاك يتحمر غير كنصخنه هنا عندي ميتين جرام ديال للسكر سنيدة أول حاجة غادي نطحن الكوكاو واحد طحنة لي هي خفيفة باشي ضروري أنه يرجع بودر أو لا يتعجن فقط كنطحنه طحنة خفيفة باش نخلطه مع السكر هنا كيف ما كتشوفو القوام دياله بحالها تشكل يعني ما كنخليوش يتطحن بزاف من بعد غادي نديرو في الإناء وغادي نزيد له ميتين جرام ديال السكر ممكن نزيدو حتى الميتين وخمسين جرام ديال السكر أنا نقص الحلاوة صراحة ما جاتش حلوة بزاف ممكن نديرو حتى الميتين وخمسين جرام باش كتزيد يعطيكم ديك تعليكا من بعد كنخلطو السكر مع الكوكاو مزيان حتى كنساجمو ببعض باش هكا مي كنطحنو المرة تانية كيتطحن ذاك السكر مزيان وكيتعليك لينا هنا غادي نرجع نطحنو كندير كمية بكمية وكنتطحنو مزيان أنا عندي هاتطحنة كتهز كمية كثيرة إلا كنت عندكم تطحنة صغيرة بطبيعة الحال غادي نديرو شوية بشوية حتى كتطحنوه مزيان كيرجع بحال هاتشكل يعني كرجع ارتب بزاف كيميل أنه يتعلق ما يكن خليوش كيتعليك بزاف أصلا الكوكوم ما غاديش يطلق ليكم الزيت أو اللي غايتعليك لأنه ما مقليش وما محمرش يعني كرجع بحال هاتشكل هادا كيتطحن مزيان 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 ما كيبقوش فيه طروفة نهائيا وحتى القشرة ما كتبقاش كتبان هاتو ما كتشوفو كيميل أنه بغي يتعلق ثافي هنا كنحيدو غادي نكمل كمية كاملة تكنطحنو كامل من بعد كنزيد له هنا الروح دلفاني تقريبا واحد ربع ملعقة او لا تزيد الفاني عادية ديال السكر او لا السائل هنا كنزيد واحد ملعقة ديال غليكوز إلا ما كاشم توفر ممكن زيدو ملعقة للكونفوتير لي كيكون شوية عاقد يعني ما كيكونش مطلق كنخدمو داك القليكوز مع الكوكم مزيان حتى كنرملوه الدور ديالو انه كيزيد كي يعلق لنا العقدة من بعد هنا عندي ثلاثة بايض البيض كنزيدو شوية بشوية يعني ببيضة ببيضة وحنا كنخلطوه مزيان غدي تشوفو معايا القوام ديال العجينة كيفاش غادي تكون او لا العقدة كيفاش غادي تكون يعني كتكون مطلقة ما كتكونش قاسحة باش هكا الماكرون كيجي ملدخل معلك وما كيجيش ناشف فكنزيدو البيض وحنا كندلكو مزيان كنحاولو ان ندلكو بحال شكل ديال العقدة ديال اللوز بالنسبة لصفر البيض اللي بقى النارا ما غديش يضيع ان شاء الله الفيديو القادم غدي نحضره بحلوة اللي كتجيه شيشة وراقية وسهلة واقتصادية واللي عليها لي كومون بزاف يعني عليها الطالب عندي هنا ثلاثة بايض البيض ممكن تديرو حتى الربعة غدي تشوفوا معايا كيفاش غديكون القوام ديالها وغدي نزيد لها بايض البيض اخرى يعني الرابعة فهنتو ما قدشوفو كتبليكم مجموعة يعني قاسحة هنا غدي نزيد بايض البيض الحبار الرابعة فهلا تجمعت لكم العجينة وكانت خفيفة ممكن تديرو غير ثلاثة يعني بحال ديال اللوز كان ديرو غير ثلاثة كافية ولكن ديالكوكاو شوية ناشف ما كيتلقش الزيت فقد نديرو أربع بايض البيض يعني زيت الرابعة وهكاة القوام ديالعجينة كيكون خفيف كيف ما كتشوفو كيكون بحال شكل ديال مسكاو ما يكونش خفيف بزاف وعود ما يكونش قاسحة كيكون بحال هات الشكل يعني كتلصق في اليد هدا هو القوام اللي محتاجين باش الماكرون كيجيكم لدخل معلك وما كيجيش ناشف او لا قاسح صافي غادي نخليو العقدة جانبا هنتم ما كتشوفوش شكل ديالها كنا عوده ليكم اللي مرات تانية باش تشوفوا القوام ديال العقدة كيفاش داير غادي نخليو جانبا وغادي نجيبو الصينية ع تقريبا واحد دقيقة او لزوج دقيق ما كنخليوش بزاف ورا كيبدك ينشوف من بعد كنديرو كورات عب هاد الحاجم هادا حاولوا انكم ما تديروش كورات اقبار بزاف ان فاش ندخلو الماكرون للفران مع ما فيه لا دقيق لا خمارة لا تشي حاجة ومع ذلك كي سيح او لا كي يهبط وقد رجح الحبة كبيرة فحاولوا تديرو الحبات تكون شوية صغيرة تقريبا نقض الحبة ديال المشماش او لا اقل من بعد كنستمر حتى كنكمل الكيميا اللي عندي كن نحاولو انا نكوروها ونخليوها واقفة يعني ما كانت كيوش عليها باش هكا فاش غادي نديرو فوق من هاللوزة كا زي تهبط شوية وكا جي هي هديك ما كا جي يكون شرقيقة بزاف ردو البال لان العجينة او لا العقدة عدنا شوية مطلوقة ما غادي تدخلوها الفران غادي تسيح او لا غادي تهبط وغادي تجي رقيقة حاولوا انكم تخليو الكورة واقفة كنتمنى الشرح يكون واضح كنحاول نشرح اي نقطة ولا وانها كانت بسيطة باش مين تديرو الحاجة تنجح معكم مليون في المئة ما تضيعوش مقادر ديالكم وما تضيعوش الوقت كذلك ديالكم غادي نخليلكم رابط ديال الماكرول البلدي باللوز اللي اسبق لي خدمت معكم أه عدو تلقاوه صندوق الوصف وأول تعليق اللي بغا ترجع تشوفو من بعد كنكمل وهناك نزينو يائما باللوز حبيبات ديال اللوز اللي كنكون صغار يائما بحبيبات ديال الكوكو الصراحة انا لقدكم مخليت نسيت الكمية الي كات عندي كلها تحنتها فكان عندي اللوز زينت فيه هناك تضيعو ياللوز يالكوكو اللي بغايتو كنحاولو ما كنتكيوش بزاف يعني كنحطوها من الفوق صافي هنا عندي الفرران كيسخون على ميتين درجة غدي ندخل السينية التحت العافية كتكون تحت منها وغدي نردها لمية وستين درجة مية وسبعين كنخليوه كي طيب ثلاثة ديال دقيق فقط ما كنطولوش الحلوة ما كنطولوش في الفرران كنحسبو ليها ثلاثة ديال دقيق غير كتشوفوها انشفت من الفوق وتبدليها اللون صافي كتطلعوها الفوق وخاتبليكم ان مازال ما طابت ماشي مشكل لان في الساكة تاخد الحرارة ما غدي طلعوها الفوق كتطلعوها الفوق وتشعلو لها العافية من الفوق وغدي تخليوها زوج ديال دقيق غير كي تبدليها اللون صافي كتخرجوها غدي تشوفو معايا كيفاش كتكون فوسط الفران هناك نديرو السينية التانية فتبارك الله نصف كيلو ديال الكوكاو او الفون السوداني فخرج لنا جو السينيات ما شاء الله اكتر من ستين حبة صافينا كنزينو باللوز كنحاولو ما تكيوش بزاف غير كنحطوه من الفوق باش الحلوان ما كتهبط هنا في الفران اراها التحت يعني كنديرو العافية تحت منها وبالنسبة اللي عندهم الفران كيشعر من الفوق من التحت فكتهبطو الصينيات التحت قاع العافية كتكون من التحت كتشوفوه كين شف يعني الحلوان شفت تبدليها اللون تقريبا واحد ثلاثة ديال دقايق هنا وخ كيف ما شفت وخات كيت عليها وكتبليكم انها باقي خضراء وباقي ارتباء ماشي مشكل كتطلعوها الفوق وكتخليو العافية فوق منها الزوج ديال دقايق صافي كتخرجوها الحلوان كتبليكم باقي ارتباء ماشي مشكل لان فيها غي الكوكاو والسكر را في الساكة نشوف وفي الساكة يبس فارضو مع هالبالا رضيعليكم الشرح اللي كنعطيكم باش مي تديروها ما ديكم شيابسة ملدخل او لقاسحة من بعد كنخليها لفوق زوج دقايق كيف ما شفتو تاكيد تبدلي هاللون غيري واحد شوية صافي كنخرجوها اما التحت كيف ما كتشوفو را ما محمرش بزاف يعني كنخلي واحد مدة هي قصيرة بزاف من بعد كنخرجوها را باقي ارتباء بزاف او للاسقه في البابي كويسون كنخلي واحدة كتبرد مزيان عاد كنحيدوها هذا هو الشكل ديالها كتكون نبنزل ارتباء بزاف ومن بعد فاش كتبرد كترجع معلكا من الدخل وكترجع رائعا نتمنى انكو تشربوها هادي بلكاوكورة جد اقتصادية وكينا ديال اللوز لكيف ما اذكرتها رادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف وفي اول تعليق اللي بغا ترجع تشوفها اتمنى لكم الخير والتيسير شكرا لكم على المتابعة وطلقوا ان شاء الله فيديو قادم اشتركوا في القناة